موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الخطوات التي شرع فيها عبد المجيد تبود منذ عودته من ألمانيا المعلومات التي توفرت لدينا أنه سيصدر خلال هذه الأيام القليلة القادمة قرار بحل البرلمان أو ما يسمى البرلمان وهو القرار الذي بلا أدنى شك تأخر كثيرا فالحركة الشعب اندلع في 22 فيفري 2019 والآن رأنا في الذكرى الثانية تقريبا للـ 22 فيفري 2021 يعني مرور نحو عامين من اندلاع الحرك وما زال البرلمان وطالما قلنا علاش البرلمان تعبو تفليقة مجلس الأمة تعبو تفليقة لا يقولش كلش ما زالهم تعبو تفليقة الآن السؤال المطروح لماذا السلطة تسارع بهذه القرارات وصل نهار 12 الغدوة 13 بدأ يستقبل في الأحزاب الدكاكين الحزبية أو الأحزاب الهشة والكرتونية التي لا قيمة لها وزاد وواصل يستقبل في الأحزاب ويسارع كأنه يسابق الزمن وأيضا قرارات ستخرج في الساعات القادمة أو ربما في أقرب فرصة وأيضا هناك قرار في الأفق مرتقب في أي لحظة بحل الحكومة وإعلان حكومة أخرى جديدة ما الذي جعل الرئيس تبول كل هذا الحماس يتحمس كل هذا الحماس المعطيات تقول بأنه مستحيل أن هذه الأشياء التي يقدم عليها اتخذها لما وصل ولا أصلا اتخذها في ألمانيا في تلك الفطرة فكان في عملية جراحية وفطرة نقاها وكذا معناها أن الإعدادات والاستعدادات جرت في غيابه وهذا الذي علمنا به من قبل وتحدثنا عليه من قبل بأن المؤسسة العسكرية هي التي قامت بهذه الترتيبات ترى ما الذي خليهم في هذه الفطرة وهذه المرحلة بالضبط يقولوا أن نديروا كذا وكذا ويسارعوا السبب الحقيقي ومن خلال ليس تحليل بل من خلال المعطيات المتوفرة لدينا أن السلطات متخوفة جدا من اندلاع حراك جديد في الشارع الجزائي فالمعطيات التي وصلتنا من بعض التقارير الأمنية على أن الأجهزة الأمنية كلها رفعت تقارير إلى السلطات العسكرية تتخوف فيه من اندلاع الشارع وكل المعطيات تقول بأن الشارع سيندلع بقوة لأن هناك وضع اجتماعي متأزم هناك إحباط كبير هناك قنود هناك يأس هناك احتقال السلطة لم تقدم شيئا على مدار السنتين تقريبا من عمر الحراكي 12-12 نسبة المشاركة كانت قليلة عزوف كبير عزوف كبير ومقاطعة كبيرة أيضا في استفتاء تعديل الدستور اللي في أول نوفمبر رغم ما رصدت له السلطة من إمكانيات إلا أن الشعب قطعها أسوأ ان تستفتاء في تاريخ الجزائر هو استفتاء الدستور وعصرت السلطة على تمريره الآن السلطة تدرك يقينا أنها ستكون في مواجهة الشارع لذلك سارعت بهذه الإجراءات من أجل امتصاص غضب الجماهير وأنا أعتقد في تقديري أن هذه الأمور كانت ضرورية ولكن ليست الحل المشكلة أن هناك شارع جزائري وأن الأكثرية من الجماهير والرأي العام بالجزائري لم يعد يفق في مؤسسات الدولة ولم يعد يفق لا في وعود الرئيس ولا في وعود المؤسسة العسكرية خاصة أن الكثير من الجماهير مقتنع تمام القناعة أن حتى الوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية في الفترات السابقة اجترتها وبلعتها ورفستها تحت الرنجستة هذا كل الناس يشوفوا في هذا إذن أنت الآن وصلت إلى درجة أن صاروا يسارعون كل هذه القرارات ستتخذ قبل 22 فيفري لأنها محاولة لامتصاص الصدمة لأن هناك تصميم كبير بالشارع وهذه المرة إذا خرجت الجماهير إلى الشارع لن تعيدها إلى بيوتها وعود ولا أي شيء ربما في فترة السابقة الناس في جزء أبلا أدنى شك وثق في وعود المؤسسة العسكرية في القايد صالح كذا وكانت هناك أيضا نسبة تخوفت على مصير الجزائر ولكن هذه المرة عندما يخرج واحد فقد الياس وفقد الثقة هذا من الصعب أنك ترجعه لذلك أنا أعتقد بأن هذه الإجراءات ضرورية حل البرلمان هذا برلمان بوتفريقة ولكنها غير كافية ما هي الضمانات التي تخلي أولا الناس تروح لسلديق الاقتراع ما هي الضمانات أيضا التي تخلي الناس يترشحوا بحرية جماهير الحراك الشعبي أيضا يترشحوا ويروحوا للبرلمان ولا أعتقد أن السلطة ستقبل أن يطلع لها برلمان كل من الحراك الشعبي لن تقبلها أبدا لأنه إذا طلع لها برلمان من الحراك الشعبي وبرلمان مشهد تصفيق ورفع اليد وكذا وكذا هنا ستكون السلطة في ورطة ولن تستطيع أن تمرر كثير من المشاريع بل أنه ستحاصر العصابة اللي مزالت نافذة في هذه السلطة وسيحاصر النظام وتحاصر كل اللوبهات الفاسدة التي تغلغلت في دوليب الدولة أنا نظن بأنه هذا الأمر ما يحلم مش ديره خلوه أنا في اعتقادي أنه السلطة لن تسمح بوجود برلمان إذن إذا كان أنت أصلا الآن في هذه الأجراءات تريد أن تحتوي الشارع وتريد أن تمتص الصدمة وفي نفس الوقت ستعود ريمة إلى عادتها القديمة رح يطلع لك برلمان تعشكارة رح يطلع لك برلمان مشه من الكفاءات رح يطلع لك برلمان كما سموه من قبل برلمان الحففات والرقسات مع احترام للحففات وكذا وكذا مثل هذه الأمور رايح يجيك برلمان ما يقدرش يدير شيء لأنه التغيير الحقيقي الذي طالب به الشعب الجزائري ما حدثش نعم ما حدثش وكان وقفه ضد الانتخابات جاء الرئيس تبون في تلك الانتخابات اللي فيها وعليها ولكن بعد ذلك أيضا المسار ما مشاش في الطريق ما مشاش في الطريق اللي وعدت به المؤسسة العسكرية أنا أعتقد بأن هذه الإجراءات ضرورية حل البرلمان لكنها غير كافية ولا يمكن أبدا أن تمتص غضب الشارع هذا أنا أقول لك هذا كتحليل لأن الجماهير اللي غاضبة رايح لا تثق لا في تبون ولا تثق حتى جزء من الذين يثقون في المسار التعفل عشر صاروا الآن على قناعة تم بأن ذلك المسار تم الإنقلاب عليه ودفنه الآن أنت أي وعود رايح تعطي للجماهير أي وعود أنا أعتقد بأن الإصرار على هذا الطريق وبهذا الشكل من دون إجراءات على الأقل تعيد جزء من الثقة للشارع الجزائري في مؤسسات الدولة أعتقد بأنه إصرار على المضي قدما وفي خيار ما زال رايح يزيد في احتقان الشارع ويخلي الشارع أكثر غضبا على النظام والمؤسسات وأعتقد أن الأمور قد تصل إلى ما لا يحمد عقبها لذلك أني أرى بأنه انت جيت الآن وتفكر راح تدير انتخابات برلامانية وكذا ودير برلامان أخرى تديره بالحزب من تاع هذه الأحزاب هذه الدكاكين الحزبية اللي قاعد تستقبل فيها اللي هي أصل ما عندهاش قيمة في الشارع أنا قلت لكم أنه يجب أن تتخذ قرارات صادمة قرارات حقيقة تتماهى وتتماشى مع مطالب الشارع هذا الذي يجب أن يكون أما هذه يجيب لي حمص ويجيب بن جرينا ويجيب حركة الإصلاح هذه اللي هي دكان حزبي حتى في البرلامان ما كانش ما عندوش رئيس حزب انتعه مطر الشاح لأنه على باله كانت ترشح في البرلامان الماضي ما ينجاحش وفي مسقط رأسه كيفاش الآن رايح تجيب رايح تقول بأنه ممكن رايح ندير انتخابات هذا من اللي جبتهم ترجعوا للغويني لهذا تحركة الإصراح كان يسبح بحمد بوتفليقة كان مع العهدى الخامسة الآن تستقبلوا في في اليوم الثاني تستقبل غويني وحب تدير بغويني تدير انتخابات نازيهة وانتخابات برلامانية تخرج برلامان يرضى عليه الشعب أنتم ترقصون على رؤوس الأفاعل وبين رؤوس الأفاعل بهذه الطريقة ما هو حل حل البرلامان ضروري قانون الانتخابات الناس ما زالت معلبلهش به انت تسارع فقط انت رح تحل الحكومة ودير حكومة أخرى ورح تجي حكومة أخرى مسخرة أنا أقول هالك مذكروا كلامي جيدا لأن النظام لا يحب أن يتغير لا يحب أن يتغير رغم أنه تغيير سهل تغيير سهل ولكن هؤلاء لا يريدون التغيير لأنه لو كان يحدث تغيير حقيقي يحدث حساب حقيقي تحدث عدالة حقيقية وأعتقد أنه إذا حدث هذا رح يلقى نفسهم متابعين وكذا لذلك أنا أرى بأن هذا القرار الذي سيصدر بحل البرلامان وكذا أمر ضروري حقيقة ولكن أو قبل هذا هي محاولة استعادة الثقة ليس بهذه القرارات وليست بهذه الوجوه أنت جايب لي وجوه من الزمن البوتفليقي رح تدير لي انتخابات رح تشارك في أعزاب بلا رندي وحزب بلا فالان وربما يدو الأغلبي لأن الشارع الجزائي رح يزيد يعزف عن الانتخابات وتلقى نفسك في برلامان هو نفسه برلامان بوتفليقة وبأشخاص كانوا بالأمس يدفعوا في الشكارة باش يولوا معاه في البرلامان ويزيدوا يدفعوا الشكارة مرة أخرى بطرق مختلفة ويعاودوا يدخلوا للبرلامان لا ما هكذا تبني الأمور حظ أنا قلت أحسن حل كان الرئيس يتخذ قرار حوار حوار مع الشارع الجزائري يبدأ استقبال وجوه التي تمثل الشارع ما تخونهم ما تتلحقهم هذا هو الأساس هو الحوار مع الجزائريين الحوار مع الجزائريين الشعب الجزائري لا يمثلوا بنغرينا ولا يمثلوا مقري ولا يمثلوا غويني ولا يمثلوا الغوايات الأخرى المنتشرة كثيرا ما يمثلوش هذا ولا يمكن أن يمثلوا ماذا هذا أصلا يمثلوا أنفسهم وإذا اعتمدت عليهم رايح تعيد نفس السيناريو نفس الأسطوانة تعبت فلك إذن إخواني الكرام السلطات الجزائرية تستعد لحل البرلامان وتستعد لحكومة جديدة وتستعد لكل هذه الأمور وكل ذلك هو صباق مع الزمن من أجل تفادي انفجار الشارع يوم 22 فيفري 2021 وأنا أعتقد أن الإشكالية شوف النظام كيف سارع ولكن في الطرف الآخر طرف الحراك الشعبي لم يقدموا أي رؤية ما زالوا بنفس الخطاب لم يقدموا أي رؤية سياسية حتى يجتمع عليهم الجزائريين وأعتقد إذا خرج الشارع وبطريقة بعدم وجود أجندة سياسية واضحة وبينة وأيضاً مع سلطة تتعامل بهذه الطريقة أعتقد بأن الوضع سيتفجر أنا أرى بأن هذه الإجراءات والله راه الرئيس والذي ديرين به قيادة العسكرية راه مغيت في مكان ما يسمعهم في حتى واحد هذه ليست الحلول يجب أن تكون هناك قرارات أولاً إطلاق صراح المعتقلين بسبب أراءهم السياسية وبسبب مواقفهم وبسبب نشاطهم في إطار الحراك الشعبي أمر آخر إبعاد كل هذه الوجوه الكرتونية والأحزاب وذاككين الحزبية عن الواجهة التعامل مع الشارع الجزائري ومع النخب التي تمثل الشارع الجزائري أمر آخر إطلاق حوار سياسي حقيقي تختار له لجنة تتكون من شخصيات حيادية ومرموقة ولديها قيمة ولديها تأثير لديها تأثير حقيقي هي التي تقود هذا الحوار وبعد ذلك نصل إلى نتائج أما أنك تحلل برلمان دايق قانون الانتخابات مباشرة تذهب إلى الانتخابات يعز في الشارع ما يروح يقاطع الانتخابات يجي يروح الناس اللي مستفدين ومنتفعين ومأجورين يديروا اللي يحبوا يخرج لنا برلمان جديد الخمس سنوات أخرى هو برلمان على مزاج بوتفليقة وليس على مزاج تبون ولا على مزاج الشارع الجزائري وبهذه الحالة طبق الجزائر في دوامة واحدة بهذه الطريقة التي حقيقة نبارك مثل هذه الخطوات ولكن قبل هذه الخطوات هناك خطوات أهم بكثير أهم بكثير وهي خطوة الحوار بين الجزائريين من دون إقصار وخاصة الحوار مع ممثلي الحرك الشعبي ومع الشارع الجزائري الذي يجب أن يتهيكل في أطر سياسية هيا سيدي أنت غدوة الشارع الجزائري يقول يمثلوني هذا من يرهم في الحباس ويتابعوا فيهم ومن يمثلوني كيف صراحة تدير معه إذن يجب إطلاق صراحة المعتقلين بسبب أراءهم أمر آخر يجب أن يكون هناك عفو كبير عفو شامل الجزائر تحتاج إلى حوار حقيقي إلى مشروع حقيقي فعال وإلى عدالة انتقالية تواصل رسالة تنطلق في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين واسترجاع المال العام ومثل هذه الأمور دون ذلك راكمت غيته في زمن وما يصلح لهذه الغيطة انتعكم وهذه نصيحة من قلب محب للجزائر ومن عقل ينظر بعيدا وما ينظرش فقط تحت أقدام حل البرلمان شيء أمر مهم ولكن هناك ما هو أهم منه وقبل ذلك ودون ذلك فساء لن يتحقق شيئا ولن يكون حل البرلمان حدث بل كل ذلك سيزيد في احتقان الشارع ويدفع الجماهر مجددا إلى المواجهة مع السلطة وفي هذه الحالة ستخسر الجزائر ويخسر الجزائريون ونكون جميعا في فتنة لن تستفيد منها السلطة ولا المعارضة خليكم صادقين خليكم في لحظة تجلي فالحقيقة واضحة والواقع الواضح وبين والحلول سهلة ولكن الكبرياء والغرور ومرض الفانتازية التي تتميز بها النظام الجزائري هي الداء وفي نفس الوقت هناك الدواء الذي هو واضح وقريب من العيون لكن للأسف صناع القرار أعمت بصائرهم بهرجة السلطة وأعمت بصرهم وأعمى بصرهم الغرور أيضا هذا ما أردت أن أقول في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله